السلام عليكم حبايا بقلبي تاني يا سنوي يارب تكونوا كلكم بخير يا شباب اول فيديو هومورك والناس اللي معانا من السنة اللي فازت هم عارفين قد ايه فيديوهات الهومورك هي مهمة بالنسبة لنا طب الناس الجديدة يا شباب احنا بالنسبة لنا الحل مهم جدا زي وزي الشرح يمكن الحل بيكون اهم في بعض الاوات طب لأ مستر عشان انا وانت بنتعلم فيه لما يجي سؤال صعب بنحله ازاي لما سؤال ما نعرفش نحله بنتصرف ازاي وده المهم بالنسبة لنا في الامتحانات ان احنا نعرف نتصرف صح ونختار الاجابات الصح اللي هي بتعبر عن الاجابة فلازم تكون دايما بتتفرج على فيديو الواجب عشان تتعلم تجاوب الاجابات الصح طيب عمتا عشان السؤال اللي بيتكرر فيديوهات الشرح بتكون موجودة على الويب سايت انها فيديوهات الواجب بتكون موجودة على اليوتيوب اول فيديو شرح في السنة بينزل على اليوتيوب يعني هو موجود دلوقتي اللي هو بتاع lesson 1 شوبر 1 اللي احنا هنحل الواجب بتاعه فده بيكون موجود على يوتيوب انها الشرح بعد كده بينزل على الويب سايت هو والكويزات واللي انتحانات كلها على الويب سايت طيب نسهر اشوف فيديوهات الشرح ازاي يعني اشترك في الويب سايت ازاي سعيب لك لينك في الديسكريبشن اول لينك عندك في الديسكريبشن ادخل اتفرج على الفيديو ده ده اللي فيه شرح التفاصيل بتاعت السنة كلها عشان ما نضيعش الوقت في الفيديو ده على حاجات احنا عملناها قبل كده طيب نسمي الله كده يا شباب ونصلي على حبيبنا النبي ونبدأ انا وانت مع بعض اول واجب عندنا او اول هومورك اللي هو بيتكلم عن النظريات واللو تفتكر معايا كانوا كام عالم كانوا عندنا ستة علماء في اول lesson تمام الستة علماء دول حطوا لنا نظريات تقربنا لشكل الاتوم بس احنا لسه ما خلصناش لسه فيه علماء هتظهر تاني هتكمل على الناس اللي عدد لحد ما نوصل لشكل الاتوم اللي انا وانت بناخده دلوقتي تمام يكونوا وصفوا كل حاجة موجودة عندنا طيب عايزين انا وانت نبدأ كده مع بعض ونفكر مع بعض يا مستر في اول سؤال عندنا الرجل بيقول لي مين العالم اللي مقالش ان المتر بيتكون من اتوم مين الوحيد اللي رفض فكرة اتوم بيت قال يا مستر انا وانت لما جينا درسنا كان فيه في 1 يطرقا sorted كن اسمه اريستوتر الراجل اللي مشكل مازك كور البسكت وموقف جيش عور العلماء وعمليين يحاول وي حاولوا ال ما عنو الشيب متلز لايه ممرpta ال contacts كان مضيعني ايقر بيت سنين فراجل اللي كان رافض فكرة الاهاتوم بيتها لي كانعريستوتر اللي هو اريستوتر طب تعالين انكمtim fuzzy ف clumsy related porque se cross le Questo هو تسكيل اللي قالでした الحيث ان الو بين الدلتون رفض فكرة الاطم يا مستر دا احنا بنقول ان دالتون يعني راجل دا قعاد احياء فكرة ديموكراطوس يبقى الراجل دا متطفق مع ديموكراطوس على كلمة اتمي يبقى الراجل دا كمان بيقول اتم إنما ارستوتل كان بيقول ان الدنيا بتتكون من كم حاجة اربعة اللي هم الفور حد يفكرني بيهم يا جما نعم اه مثل والفاير والدست اللي ان الدست دا اللي هو يبقى الراجل دا هنا ارستوتل والسؤال اللي بعده بيقول لك بويل لما اتكلم على الالمنت قال كلمتين ايه يا مستر الكلمتين لو تفتكر قال ان الالمنت ده هو حاجة بيور وسمبل ولو تفتكر وقال كانت بي سيمبلر ومستر بقى التعريف قلتلك ايه طب ما ينفعش اخليه سيمبلر حتى بالطرق الكيميائية اللي هي كانت باي كيميكال او باي ترادشنال كيميكال مسود اللي هي الطرق الكيميائية المعتادة يبقى مستر ما ينفعش يتحول لحاجة سيمبل عن كده يبقى دي اكتر حاجة سيمبل انهي صورة في الكلام ده تبين ان الحاجة اللي قدامك دي المنت تعال ان بص عندي حاجة كرة زرقه وكرة حمره عملت عليهم كيميكال ترادشنال مسود يعني عرضتهم لتفاعل كيميائي عدتهم على حاجة اسمها هيت وبرشور لقيتهم ان هم انفصلوا فتحولوا للكرة دي والكرة دي انا من الاول اصلا رافض ليه يا مستر مستر انت لما بتيجي تتكلم معي على الاليمنت فانت بتقول ان الاليمنت هو حاجة بيور يعني ايه حاجة بيور يعني هو بيتكون من حاجة واحدة بس فانا شايف ان الراجل اللي هنا ده بيتكون من كرة زرقه وبيتكون من كرة جري فبالتالي راجل ده بالنسبة لي هو مش بيور فبالنسبة لي من البداية ده مش اليمنت فانا رافض اصلا الاجابة ايه عشان ده مش اليمنت طيب تعال بص على الاجابة بيه خلي بالك الإجابة بي ويسي عدل لي الكور دي عندك في ملزانة الهومورك إن هما اللي اتنين لونهم أزرق تمام؟ عشان في ناس هتلاقي إن هي عندها لونها أزرق وجري أزرق وجري لأ اللي اتنين لونهم أزرق تعال نبصوا هنا كان عندي الالمنت بتاعي بيتكون من كورتين زي ما أنا شايف كده الكورتين لونهم أزرق هل الراجل ده بيور؟ أه بيور طيب هل ينفع يتحول ويكون سيمبل عن كده؟ يعني تفككه زي ما كنت بتكلم مثلا معاك على الني إيه ينفع الني إيه ده أفصله وخليه إن وإيه؟ لا يا مستر هي إني إيه على بعض فأنا هنا يا مستر كان عندي الالمنت بتاعي الالمنت عملت عليه كيميكال ميسود فاتفكك يا مستر ما انت قلت لي إن هو كده ينفع يبسط طب ما انت بتقول لي هنا إن هو كان نوب بي سيمبلر ما ينفعش تبسطه يا بالتالي يا مستر أنا رافض الإجابة إيه؟ بي أصدي ان هو يتقسم طالما تقسم يبقى هو كده كان بي سيمبلر تقدر تبسطه وده ما ينفعش طب بص هنا سي كورتين نفس اللون يبقى دي بيور عملت عليهم شوية كيميكال ميسود سخنت وبرشير وبتاعه لقيت إن الكورتين فدلوا زي ما هما ما تغيروش يبقى مستر هما بيور وفدلوا سيمبل يبقى معنى كمستر إن الإجابة سي هي بتعبر عن تعريف الالمنت إن الحاجة اللي عندي بيور وحتى لو عملت عليها الكيميكال ميسود هتفضل زي ما هي مش هتكون سيمبلر فبالتالي الإجابة سي مقنعة بالنسبة لنا طب بص الإجابة دي كانت الكورة بيور اتحاولت بقى كور حمراء يبقى يا مستر انت كسرتها فككتها حولتها لحاجة تانية يبقى مستر ده مش إلمنت يبقى الكلام ده برضو ما ينفعش مع الإلمنت يعني إكسبت ذات بس يعني أنا عايز دلوقتي الإجابة الوحيدة اللي مش من ضمن افتراضات دالتون يعني كل اللي جاي ده من ضمن افتراضاته فعلا نشوف مع بقى مين ده ده عمو دالتون طب يا عمي دالتون انت كنت تعرف البروتون لا حبيبي والله طب تعرف النيوترون لأ طب تعرف حاجة اسمها الكترون لأ يعني دالتون اصلا ما كانش يعرف حاجة من الحاجات دي انت هو دالتون كل اللي عارفوا ان فيه حاجة اسمها اتم كترخير الدنيا يبقى عمي دالتون ما كانش يعرف الناس اللي انت تتكلم عليهم دو يبقى ديمش من ضمن افتراضات دالتون عشان هو اصلا ما يعرفهمش طب اللي جاي The masses of the atoms of the same element are similar ايوة مستر هات الحاجات بتاعت دالتون دي الماسس بتاعت الاتوم بتاعت نفس الالمنت متساوية يعني لو عندي اتم صوديم بتلاتة وعشرين فا اتم الصوديم التانية بتلاتة وعشرين صح زي اتم is indivisible اه بقى ايوة صح ده ده من ضمن الحاجات الرئيسية بتاعته انه هو قال ان الاتوم indivisible صح each element is formed of a tiny particles called element صح لما فاكروا ان تجاه ده مملك الصورتين وعاد تقولك احنا بنتعب في الباور بوينتة دي ايه اما تجاه الا صورة ايه بقيل ودالتون وحبا اللي اتنين بقى مصورة واحدة فساعتها كنا بنقول ان دالتون قال لنا ان الالمنت بيتكون من حاجة صوارة اسمها ايه؟ اسمها اتمز يبقى الالمنت بيتكون من حاجة اسمها اتمز فعلا ده كلام دالتون يبقى كل الاجابات من بي و سي و دي كلهم كلام دالتون معادة الاجابة ايه؟ هي اللي مش كلام دالتون عشان اصلا دالتون ما كانش يعرف الكلام اللي موجود هنا يبقى الاختيار بتاعي يكون الاختيار ايه؟ معايا بقى دكتور وبص اللي جاي which of the following examples agree with daltons postulates مين يا مستر؟ الاجامبلز اللي جايه agree مع daltons postulates مين بقى مستر؟ تعالا نشوف واحدة واحدة the atoms which are.. انت عارف يعني اصلا؟ مين في الاختيارات دي متوافقة مع كلام دالتون؟ يبقى واحدة بس ماشي مع كلام دالتون والباقي مش ماشي؟ تعالا نشوف the atoms which are found in a sample of chlorine ressembled those which are found in the sample of sulfur يعني ressembled دي يا مستر similar الاتومز اللي موجودة عند element اسمه كولورين هي شبه الاتومز اللي موجودة عند element 2 اسمه sulfur ينفع مستر الاتومز بتاعت اتنين element مختلفين يكونوا متشابهين؟ لا ده مش كلام دالتون تمام؟ دالتون قال لي ان الاتومز بتاعت نفس الالمنت متشابه انما بتختلف عن element التاني يبقى معنى كامستر ان الكلام اللي موجود هنا ده غلط بالنسبة لدالتون عشان دالتون قال لي لا لو انت بتتكلم ان هم كولورين وسالفر مينفعش يكونوا similar صح حقك البعض The properties of the molecules of hydrogen and oxygen differ from their properties in water molecules البروبرتز بتاعت الهيجن والاكسجن هتختلف عن البروبرتز بتاعتهم لما يكونوا جوه الماء معنى والله انا عندي H وعندي O لما جيت قلتلك ال H بواحد واللي هو بستاشر مسلا لما جيت اعمل H ال H هنا وزنها كام؟ واحد طب ولي هو وزنها ستاشر يعني ماشي لأ انا بتكلم على ال H الواحدة عشان ما هاتش قول لي مستردوا الاتنين H فوزنهم اتنين ماشي انا بتكلم على ال H الواحدة مش دي H واحدة بواحد صح؟ قبل لما تدخل وتبقى حاجة اسمها ووتر طب لما دخلت وبقى توتر فضلت ان ال H بكم؟ بواحد ايه بعدهم اتنين فاوزن ال H على بعض بكم؟ باتنين طب نزر زين اله كرافising المازل يفضل بلسكاستين هو يقدم نظر لك ايه الي ثانا تختلف؟ ويه الي هقدم نظر للوزن بها يكفل وتختلف؟ ما او أنا مثل Nam H وانا مثل Nam O فانا لو انا وزني 16 هيفضل وزني 16 وما عندما يحضر يWEBO회ك على اله ايه هناك وازني واحد هيفضل وزني واحد يعني لو رسمنا ال H برسمته طبعا المعتادة ان دي ال O وان دي ال H وان دي ال H فال O دي وزنها 16 وال H دي وزنها واحد وال H دي وزنها واحد في ايه اللي هيخليهم يتغيروا مفيش حاجة يبقى معنى كده يا مستر ان دالتون ما قالش ان الاتومز لما هتروح تعمل كومباوند فالاتومز بتاعتها بتختلف لا ده قال لك يا مستر ان هما بيمسكوا مع بعض في فيكس تريشيو مفيش حاجة بتتغير يبقى معنى كده ان الكلام ده مش من ضمن دالتونز ايديا اللي جالة بقى لا يا جوز الهايدر مع الواط او مع الاكسجين يعملولي الواطر باكتر من ريشيو ممكن اللي هيها مرة H2O ممكن اللي هيها مرة H4O لا مستر هي على طول H2O ده حتى دالتون كان بيقول كلمة فكسد ريشيو يبقى الكلام ده برضو غلط بالنسبة لدالتون اخر واحدة بقى الاتومز اللي بتكون الماجنيزيوم هي صغيرة اه دالتون كان بيقول ان الاتوم صغير وكل العلم ما متفقين ان الاتوم هي حاجة صغيرة وان هي اصغر حاجة في الدنيا معادة العق اللي هو اسمه ايه؟ اريستو ده الوحيد اللي ضدنا كلنا بص بقى حبيب قلبي اللي جايه اللي جايه وركز ها بصيلي هنا واحد من الفاكتس اللي جايين هو ما بيمشيش مع كلام دالتون تعال ان بصوا يعني اللي جاي ده كله فاكتس هل الكلام ده ما بيمشيش مع ادالتون؟ لا يمشي ايه اللي ما يخلوهش يمشي يا مساء؟ هو بيقولك ايه؟ ماس كل اتم عند الكابر يساوي 63 يعني لو عندي كابر ايه هنا 63 وهنا 63 وهنا 63 مش هو الراجل بيقولك ان الاتوم بتاعت نفس الالمنت عندها نفس الماس؟ يبقى الكلام ده ايه اللي ما يخلوهش يمشي؟ يمشي مع ادالته؟ ده بصيلي جاي Munster في Iron atom is less than of copper atom واحده واحده oby offensesس ع continent اقل من جاي الـ copper انا ما اعرفش انا وانا قاعد فى البيت اول حاجات في دماغي تجاي فتح جوجل وكاتب م vas flowing? و ماس stick the copper لقيت ان الكلام المكتوب صح تاب انت متعرفش يعني ايه انا ما اعرفش انا ما اعرفش فعلا ان الـ iron اكبر ولا hustle اكبر ولا مين اكبر يا عمي انا هنا الفكرة مش مين اكبر ومين اصغر أنا هنا الفكرة إنه أنا عايز أطبق كلام دلتون أن Math Air يقال من Math الكبر ده بصيغة تانية معنى إيهه؟ معنى أن Math Air لا يسويش Math الكبر أنا مش فارق معاين أنه أكبر أو أصغر بس المهم إنه هو ما بيسويه فالكلام الولي هنا Math Air لا يقال من Math الكبر لو دلتون قاعد يقول لك آه ماشي ما فيش مشاكل اللهم ما بيسويه جديد يبقى هذا دلتون يوافع عليه أو خليه آخر واحد يعني يا مستر خليه آخر واحد يعني انا وانت بنتعلم طرق حل دلوقتي انت شاكك في الاجابة بيه ان هي ممكن تكون صح خليها اخر واحد لحد اما تشوف باي الاختيارات يورانيوم نيوكلياس اندر جوز فيجان فورمينج ليد طيب انا وانت خدنا السنة اللي فاتت في يونت فايف اليورانيوم بيحصل له حاجة اسمها فيجان فيجان فاكر الانشتار الانشتار ناوي يعني انشتار بيبقى اليورانيوم اليورانيوم بيفارعة بيتكسر لحاجات صغيرة اللي هي كانت بتكون اليد وباريام والكصص دي كلها هل الكلام دا يمشي مع دالت mandate اليورانيوم بيفارعة اليورانيوم دا بيتكون من اتم اهي ملاسيكة في ايه الاتوم دي بتفارقة لا يا مستر لا 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 يا جوز الراجل دا كان بيقول كل ما اسمها لا ينفعش ما ينفعش الاتوم بتاعة اليورانيوم دي يا مستر يحصل له حاجة اسمها انشتار ان هي تطقطعة وتبقى حاكتين صغيرين طب ما يعني يا مستر هو ما فيش انشطار؟ لا يا ابني هو في انشطار بس الراجل ده ما كانش لسه يعرف يبقى الكلام ده حقيقي بس هو ما يمشيش مع كلام دالتون دالتون كان بيقول ان الاتوم انديفيزبل الكرة اللي معاك دي ما ينفعش يحصل لها انشطار يعني انشطار تتقطع ما ينفعش لو اتقطعت دالتون يعلقنا يبقى يا مستر الكلام ده غير صحيح ولا هيجوز طيب بالنسبة لمين؟ بالنسبة لدالتون بس هو صح الهيجن مالكيل هيجوز المالكيل ليس بتكتب اتش تو بيتكون من كم؟ من اتنين اتش اتش دي ما فيش حاجة دي بديهيات يعني فلما تيجي بقى بي و سي وتختار تقول لها مثلا لا سي ثانية لا سي غلط خالص انما بي يمكن الكلام ده يكون صح بس لو بصينا بنظر الدالتون هنقول ان هم مش متساويين فالكلام ده يمشي فعلا مع دالتون يبقى الاجابة بي لا هي اجابة صحة ومفهاش مشكلة انما الاجابة سي هي اللي ما تمشيش مع دالتون فبالتالي هي الاختيار اللي انا وانت هنختاره بصري بقى حبيبي قلبي على السؤال اللي بعد كي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الكلام اللي جاي ده بيمث النظرية انت درسته ايه هي اسم النظرية؟ يعني يا مستر همس واشوف بيقول لك كان عندك شوية هايجن المث بتاعهم 5.5 معاك شوية اكسجن المث بتاعهم 44.4 عملت لهم يعني خلطهم على بعض فهيا مستر ايه اللي حصل طلعوا لي 45.95 جرام وفوتر ثانية ثانية اه اله مع اله مع اله صح صح فالاتومز لما بنعمل لها مع بعض انا فاكر ان دي هي اله والهيدرين لما نعمل لهم يطلعوا لي اله اللي احنا بنقول عليه اللي هو اسمه مين اللي قال الحكاية ده؟ طومزون؟ لأ طومزون ما جابش سيرة كمباونز بتاع طومزون كان مشغول بالكسودرية وكهرباء وفيزيا وإلكترونز ما جابش سيرة كمباونز هالبور؟ ما عرفوش مين بورده أصلا دالتونز؟ حاسس رازارفورد؟ لا رازارفورد ما جابش سيرة كمباونز رازارفورد قادي تكلم على النيوكلياس وفورس برضه ما جابش سيرة كمباونز انها مين العالم الوحيد اللي كان داخل جوه كمياوي؟ دالتون كانت رابع نظرية عنده وكان بيقول لك إيه لما نعمل كومبينيشن للاتومز فنكون حاجة اسمها كومباونز فاكر مش حتة كومباونز دي كانت مع كومباونز فاللي جاب كلمة كومباونز وان انت تجيب الاتومز او الالم انت تدخلها مع بعض تعمل حاجة اسمها كومباونز ده كان دالتون يبقى الكلام اللي قدامي ده مستر هي دالتونز سيري وخلي بالك ان دالتون هو اكتر عالم في السؤال او في اللسن الاولاني بيجي عليها اسئلة يعني من اكتر الاسئلة بتيجي علي دالتون اللي بعده بيقول لي الكلام اللي انا بقوله تمام يمشي او يتماشى يعني يمشي مع مين هو ايه اللي انت بتقولها مستر بقولك ان انا كان عندي هايدر كان عندي النيترجن عملولي حاجة اسمها الامونية اللي هي النايتش 3 بيقولك الاتومز بتاعت الهايدر الجن للنيترجن يعني انا هبدأ الهايدر الجن الاول 321 طيب مين اللي بيرعب مع الاتومز مين اللي كان بيتكلم على الاتومز لاستر ان توجهش قلبه وقلبك لاستر دالتون اللي بيرعب مع الاتومز سؤال سهل اه او يحبا عشان ضاعي في الوقت طيب What is the mass ratio of carbon to hydrogen in mishan CH4 ratio في الميسان كام؟ والله يا مستر الكربون خد بالك إنه بيقولك كربون لمين؟ للهيجن فأنت ببص على الكربون الأول بكام؟ 1 والهيجن بكام؟ 4 إبقى معنى كان ratio كام؟ 1 to 4 فتختار الإجابة إيه؟ في ناس تانية تبقى متسرعة وتقوم جاي مختارة إيه؟ 4 to 1 سواء اللي اختار إيه أو اللي اختار دي دول إحنا بنسميهم المعزة الطائشة لا مستر المعزة الطائشة يا مستر متأيور بيجري زي المعزة كده ويخبط ماهل ratio 1 to 4 عايز إيه يا مستر؟ خد بالك إنه أنا بقولك mass ratio لا دي mass مش mass ratio حبيبي يعني إيه mass ratio يا مستر؟ أنا عايز الماس مش الاتومس هي الاتومس 1 to 4 بس الماس حاجة تانية بص كده معي هو الماس بتاع الكربون كام؟ 12 خلي بالك أنا عايز برضو ratio carbon to hydrogen فأبدأ بالكربون فماس الكربون كام؟ 12 طب إنها مثل هايدجن مثل هايدجن الاتش الواحدة بكام بون بس هما مش اتش واحدة هما كام اتش أربعة يبقى وان بلاس وان بلاس وان بلاس وان وان تايمس فور اللي رايحك يبقى مثل هايدجن اللي هنا عندي بكام؟ وان تايمس فور يعني mass فور مستر ماينفعش ريش يتكون بالمنظر ده لازم تكون يعني لو ينفع نعمل لها سيمبليفاي بنعمل لها إزاي نفكر في سيمبليفاي؟ شوف أصغر رقم فور تولف دفايدت فور يا مستر سري فور دفايدت فور تطلع كام؟ وان فريشيو تكون كام؟ سري توان فالإجابة تكون سي في ناس احترمها وجوابتها في ناس تانية وهو لا كانت في باله واختارت وان تو فور وناس اختارت فور تواني بركز أنا عايز منك في السؤال إيه؟ mass ratio يبقى يا مستر أحط خط قبل ما أحل السؤال تحت كلمة mass ratio عشان أعرف هو طالب مني إيه؟ عشان لما الوقت يعبني متخدش 40 جرام اوكسوجين و32 جرام سالفر تو فورم 80 جرام سالفر ترايكوسايد حلناها أنا وانت في المسألة دي في الحصة نفسها ادي سالفر وكان اوكسوجين لو تفتكر وكان السالفر ترايكوسايد اللي هو لسو 3 والله يا مستر ده كان الم mass بتاعه 32 صح؟ 32 وده كان 48 وده كان 80 طب الرجل المحترم بيقول لي what is the mass which remains in the container after the end of the reaction الم mass اللي هيكون من باقي عندي في الكنتينر بعد ما خلص الرياكشن produced from adding 100 جرام اوكسوجين يبقى الاكسوجين اللي انا هستعمله دلوقتي هو 100 جرام طيب وهستعمل معاي 60 جرام وفي السالفر وهستعمل قدي سالفر 60 جرام عايز يعرف المسأل المتباقي خد بالك خد بالك ان mass بتاع السالفر ماله قل صح؟ انها mass الاكسوجين حصل في ايه؟ زاد طيب انت بص على الكوندشن الجديد انا مش عايز اقول كلمة انا مش عايز اقولها تاني انا مش عايز اقول كلام انا مش عايز اقوله يعني انا اعرف اشرح لك الموضوع ده بطريقة تانية بما يردين لا بس احنا مش هنشرحه كده احنا هنبصها على الرقمين انا شايف هنا ان السالفر قل صح؟ في حالة ان السالفر بيقل يبقى لازم كلهم يقلوا يعني لازم الاكسوجين يقل لازم الاس و اس ريها يقل لو فاكر المسألة دي كانت بالزبط كان السيرتي توبا يتسيكستين يبقى السالفر قل النص يبقى الاكسوجين يقل النص يبقى السالفر تيكوسايد يقل النص عشان كلهم ماشيين مع بعض انني انا مش عايز ان diput ما ينفعش واحد يقل والتاني يزيد طالما واحد قال لي يبقى لازم كلهم يقلوا او لو واحد زاد لازم كلهم يزيدوا احنا في الكاميا بنمشي مع مين بنمشي مع اللي بيقل يعني اللي بيقل ده هو اللي بيحجمك انت دلوقتي طالما ده نقص يبقى كلهم لازم ينقصوا طب ماهو ده في منه كتير يا مستر الاكسجن في منه كتير يفيد يعني اللي بقى من الاكسجن ده فيه اكسجن يفيد مايتفعلش اللي هي بس انا مش هقول يعني ايه يعني والله مستر طالما السالفر قال يبقى لازم الاكسجن يقل مش ده قل النص يبقى انت مش محتاج 48 جرام في الاكسجن لأ ده انت محتاج نصها نصها اللي هو كام 24 السالفر ترائكسايد اللي هطلع مش هيبقى ايتي هيبقى نصه هيبقى كام 40 يبقى مستر هنا الفكرة فيه ان السالفر قل النص يبقى الكمية اللي انت هتحتاجها من الاكسجن تقل النص يبقى 24 فايطلعو لك نص كمية السلفر ترايكسايد يبقى كام فورتي طيب النقطة هنا ان انا كمعية دي اوكسجن 100 جرام استعملتها دي 24 صح طب ما هو كده في اوكسجن انا ما استعملتوش ده بنقول عليه ريميننج لو تفتكر باقي مش هستعمله فانقول 100 مينس 24 ده الباقي ريمين بقى اللي هو باقي عندك 100 مينس 24 يا مستر تطلع معانا 76 يبقى انا عندي 76 جرام من الاكسجن باقيين صح طيب وويه كمان انا بسأل بقى على ايه بسأل اللي باقي عندك في الكنتينر بعد ما خلصنا فانت باقي عندك شوية اكسجن صح وفي ايه كمان باقي معاه قال لي اللي باقي معاه البرودكت باقي الاصلي بتاعك بتاع يعني 40 جرام بتوع السلفر ترايكسايد دول مش موجودين موجودين يبقى انا عندي شوية اكسجن باقي مع البرودكت الاساسي اللي موجود اللي هو مين السالفر ترايكسايد على بعض وان هندرد سكستين جرام اللي هي الاجابة دي يمكن مسألة زي دي مستحيل تجيلي في تانية سانوي بس انا وانت اتعلمنا ازاي نفكر فيه ان انت لو واحد فيهم قال يبقى لازم كلهم يقلوا ماينفعش واحد يقلوا والتاني يزيد اللي يزيد ده هيبقى منه مش هيتفعل اصل تمام تسوالي بعد كده بطل وخلي بالك بقى عشان انا عايز اوقعك دالتون ان توماسون اجريد ان زاد كاربون ااتم نقطة دالتون و توماسون اتفقوا ان الكاربون ااتم مالها تمام اه اولا عديلي الاجابة دي خليها لي مش هوموجونيوس صولد سفير ماشي طيب هز نو سبيس وزن از الكتريكالي نيوترال كونتين نيجاتيب الالكترونز ولا از اندفزابل صولد سفير طبعا طبعا احنا عارفين ايه ماذا التغيشة بتاعتنا مستر عدل الاجابة دي فاحنا هنختار الاجابة دي هب اخترناهم انا ابني في الاول بقولك انا عايز اوقعك تصدقني؟ غلط يعني مفيش اجابة دي الاجابة دي غلط طبعا ماليا مستر طب استنى طب ليه دي غلط لا انا مش هقولك دلوقتي بس انا هقولك ليه بيه غلط وليه سي غلط فانت عارفت كده ان الاجابة المفروض تكون ايه هل دالتون عارف قصلا ان الاتم فيها حاجة بسطف او حاجة نيجاتيب دالتون ما يعرفش حاجة عن الاشارات دالتون الاتم بالنسبة له هيشبه كورت البليارد لا فيها حاجة بسطف ولا فيها حاجة نيجاتيب ولا هو يعرف الدنيا دي اصلا فمفيش حاجة بالنسبة له اسمها elektrically neutral طب contains negative electron يا مستر طامسون اكتشف الالكترون دالتون ما كانش يعرف ان فيه حاجة اسمها الالكترون فبالتالي الاجابة بيه و سي غلط خالص من غير تفكير انما ايه و دي ليه غلط طب ماشا مستر ليه دي غلط و ليه ايه بقى صح بيقول لك دي is indivisible solid spirit لو تفتكر دالتون كان بيقول ان الاتم indivisible غير قابلة للتجزئة انما لما تومسون جاء اخر كلمة قلت لك في تومسون ايه ومتجرى فعلك ايه دي قلت لك تومسون هو معترض مع دالتون 100% على كلمة indivisible عشان تومسون اكتشف الالكترون والالكترون دي هي جزء من الاتم قلنا ان الالكترون بتسيب الاتم وتمشي تمه ومعنى كده ان في حتة من الاتم بتمشي فمعنى كده ان الاتم قابلة للتجزئة مش غير قابلة للتجزئة فقولنا ان تومسون رفض كلمة indivisible يبقى كلمة indivisible دي تومسون رفضها انما دالتون موافق عليها يبقى هما كده متفقوش لكن هما الاتنين كانوا متفقين ان الاتم هي solid spirit كرة مصمطة بس الكرة المصمطة دي عند تومسون ينفع قطاعها انما الكرة المصمطة دي عند دالتون ماينفعش قطاعها يبقى هما الاتنين متفقين ان هي solid spirit يعني مفعش space has no space within it يعني has no space within it دي معناها كلمة solid spirit يعني has no space within it مفعش فراغ يعني مفعش فراغ يعني مصمطة تمام يبقى الاجابة هنا هتكون ايه electric neutrality was first mentioned by مين اول حد هو قال ان الاتم electrical neutral تعال نشوف هل هو ديموكراطس ايه ده ايب يا مستر ديموكراطس ديموكراطس يعرف اشارات لا يا مستر يا مستر الاشارات بدأت مع ظهور دالتون يعرف اشارات مستر عيب هل بويل يعرف اشارات لا يا مستر طب والله الاختيارات هنا احنا اينا يعني يعني الاختيارات هنا احنا اينا يعني لو عايز ار lifetime او عايز اراغباتك او هم جايش يهلك مثلا مثلا الاجابة في واو هم جايش حاطيت لك مكانها laser ford model مس لا يا مستر تحطي понatti رشر ford model علشانetr الاختيارات بس اول حد فيهم قال كلمة الالكتريكالي نيوترل كان توماسون وساعتها قلت لك ايه كتر خيرك يا توماسون اسكت بلاش تفتي بلاش تكمل بس توماسون محترمش نفسه بدأ يفتي توماسون هو قال ان انا اكتشفت النيجاتف بس انا معديت الاتوم ما بين حاجة بوستف ونيجاتف لو تفتكر الصورة اللي احنا كنا حطينا لان الاتوم مشيت في ستريت لايم لها راح تنيحة البوستف ولا النيجاتف فساعتها دالتون قال بص الاتوم نقول عليه الاكتريكالي نيوترل يعني لا هي بوستف ولا هي نيغاتف فيها عدد البوستف بيساوي عدد النيجاتف وسألنا هوا ايه البوستف والأك معرفش رحنا بقى لر gens 허ورد هو اللي اكتشف البوستف اللي ايه كانت النيوكليcence تمام؟ فاول حد تكلم ان الاتوم الكتريكالي نيوترل تماسون اللي جاء بقى فاهمه الحوار كله كان رجل د wrestler wizard ده الراجل ده قال في حاجة بوستف ده قالوا أن البوستب بقى اللي هي النيو wired والليلة دي كلها وينزا بتينشياarki أي كلمة الكروز دي مستر؟ مش فاهم كلمة الكروز دي معناها two pools الله انت بتلعب عليها يعني أنا مش عارف يعني ايه two pools يا حمي كلمة 포인ز أو كلمة الكروز دي معناها canhood وc顯 يبقى لما ايجا اقول لك ديschaft neednoth set inooks كده أنا قصدي national health and custod انا مش عارف طب كمل الا سؤال كمل من غير ما فهم كلمة الراجل قال لي والله يا ترى لما زود البوتينشيال ديفرنس فحاجة اسمها ديستشارج تيوب لحد وان ساوزاند فولت اخب بالك ان عملتي انا نطيت توالكتروت اللي انا مش فهمه قلت والله البوتينشيال ديفرنس اللي في الديستشارج تيوب هوصله وان ساوزاند فولت هلاحظ ايه؟ تعالى نشوف توصيل الجاز للكهرباء هيقل مستر انت كنت بتقول لي الجاز بيوصل الكهرباء في حالتين لما تحطه اندر لو بريشر ايوه حد فاكر الحالة بقى التانية انك تعدي عليه هاي فولتج والهاي فولتج ده كنا بنقول ان هو فرنج تين كي فولت اللي هو عشر تلاف فولت فلما انت تتعدي كهرباء قيمتها عشر تلاف فولت توصيل الجاز يقل لا المفروض يا مستر توصيل الجاز للكهرباء بيزيد يبقى ما تجيش تقول لي ان الجاز هتقل لا يا مستر لما تجيب تين كي فولت توصيل الجاز للكهرباء هيزيد رافض غلط مش فهم تعالى اشرح لك يعني مقاومة مقاومة الجاز للالكترون باسج يعني مرور الالكترون هو ايه مرور الالكترون ده هو مش في راي بيطلع من الكسود للانود الري ده اللي هو ايه اللي هو الالكترون صح امتى الالكترون مشيت الالكترون مشيت يا مستر من الكسود للانود وشوفناها بتتحرك لما الجاز قللنا بتاعه وحطناه اندرهاي فولتج صح طب قبل لما اعمل الموضوع ده هل الالكترونز مشيت من الكاسود للانود لأ ليه مستر ما مشيتش عشان الجاز كان بيقومها كانت كمية الجاز اللي موجودة كانت كمية كبيرة وما كناش معرضينها الفولت عالي فساعتها مستر الجاز ما كانش بيخلي الالكترونز تمشي من الكاسود للانود لكن لما قللت كمية الجاز وزودت الفولت فساعتها الجاز مقدرش يقوم مقدرش يقوم الالكترونز فالالكترونز مشيت من الكاسود للانود يبقى مستر في حالة ان انت بتزود الفولتج فالمقاومة بتاعت الجاز بتقل يعني الالكترونز بتبدأ تمشي فالجاز اللي بيقاومني مقاومته بتقل مش بتزين يبقى مستر الريزيستنس ديكريزز المقاومة بتقل ما بتزيدش طيب اللي بعد لما بنوصل العشر تلاف فولت بيظهر عندنا فلاشز عند الكاسود لأ مستر احنا كنا بنسميهم كاسود رايز عشان هما بيطلعوا من الكاسود وصولا للانود فكنا بنشوف الفلاشز عند مين عند الانود فاكر كنا بنقول مين يبقى الاجابة دي ليه هتكون صحقي بيقول لي فلاشز اك كير اااااات الانود لما يهسم عمليةا يبقى مستر عند الانود اه كانت التيوب من اخر في الحتة دي نافاكر كاب بتنوع يبقى الحوار ده عند الانود فالاجابة تكون دي السؤال اللي بعده يالي ما بتطلعش كاسود ري ما انا وانت لما بدأنا بتاعت الكاسود ري ما طلعناش ري ليه مستر ما طلعناش ري مش قعدنا نعمل موديفكيشنز تعديلات ايه تعديلات اللي احنا كنا بنعملها هم كانوا حاجتين اول ما بدأنا لقينا مستر الالكترونز او الكاسود ري لما قولك كاسود ري او قولك الكاسود ري ما طلعش من الانود للكاسود هي هي لما اجي قولك الالكترونز ما طلعتش من الانود للكاسود ايه من الكاسود للانود ليه عشان الكاسود ري بتتكون الالكترونز موافق فبيقولك انا وانت بقى ايه التعديلات اللي عملناها لما لقينا الدنيا وقف قدامنا حبيبي قمنا جايين رايحين قللنا البرشور بتاع الجاز صح وزودنا الفولتج ما لقيناش كهرباء عملنا قللنا وزودنا ما لقيناش كهرباء قللنا بريشر وزودنا فولتج تاني لحد ما وصلنا في الآخر ان احنا لقينك كهرباء فهو بيسألني بيقول لي يا طرأ ايه التعديلات اللي انا وانت ممكن نعملها عشان نشوف كهرباء تعال نبص بدلي الاتنين دول مع بعض يعني والله مستر هات الانوت برا والكاسوت جوه والله ما فرجت يعني مش تفرق معاه في حاجة ان انا بدل الانوت بالكاسوت خليت الانوت ناحية اليمين الكاسوت ناحية مش فارق معاه في حاجة هل يعني التبديلة دي اللي هتصبت الكلام لا مدهاش علاقة طيب مش مواعف سخن لي للانوت بدل الكاسوت ما هو الانوت لو سخن والكاسوت ريز اللي جاي عليه سخنة فالراجل هيولع من الفايدة من الانوت انا ما قلت لكش الحار ده عشان هو فيزيكس قوي يعني بس كده كده الاختيار مش يبقى معتمد عليه ان الانوت يكون سيعة شوية عشان انت دلوقتي الكاسوت ريز اللي جاي سخنة فهي تبقى سخنة والراجل يبقى سخنة نولع بقى في الدني فلا الانوت لازم يكون عشان هو قريدي هيسخن دلوقتي وهيبقى فيه glowing spots فعني مش مش شايف ان هيتنج الانوت هتفيدني بحاجة بيتيال انتو مخدتوش ده في الفيزيكس لسه انه بيقول لك استعمل بدل الدي سي كارنت برضو ده مستر مش فارق معايا انما ما فراق معايا هو انه مخدقت wiele من الانوت بالكامل ليس شير وانه مرحل غ المشكلة الرئيسية عندي فين؟ في الاير تلاقي يا مستر عندك من الانود للكاسود او من الكاسود للانود يمشي لك ايه؟ الكاسود ري بتاعنا يبقى الإجابة لكم دي بصوا بقى اللي جاي بيقولك الكاسود ريس لما رحنا جبنا لها بوستف بليت ونيجاتف بليت لقينا ان الكاسود ري دي دفلكتد اوه فروم النجاتف يعني ايه دفلكتد اوه فروم النجاتف؟ مشي بعيد عن النجاتف بصيغة تانية راحت ناحية البوستف طيب ليه هي مشيت عن النجاتف؟ مستر أكيد يا مستر اشارة الكاسود ري دي نجاتف يا عم اكيد انت هتهذر ما الكاسود ريس دي إليكترونز؟ ما الإليكترونز اشارتها نجاتف يبقى هي ليه بادت عن النجاتف يا مستر؟ عشان هي اشارتها نجاتف فبيحصل ما بينهم فايجي هنا بيقول لي بقى زي ار ايه? كلمة يعني حاجة ما لهاش ماس نوت دي يعني انا بتكلم على حاجة اللي هي علاقة الويوز اللي هي بتاعت بالف Laurent difference بس لقي مشري بالالكترون بكل الحالات يعني كلمة دي حاجة ما لهاش ماس و ماهاش تشارج اللي هي تعتبر زي الوي بس انا اللي انا عرفه ان لا الالكترونز ديه يمسو بل そعب معلوماتنا بتقول كي أصحب Sanghi أيوة تعالى بقى في الحاجات اللي انا عرفها دي啊 ماشي بيضطع من كل Basse brought to Starbucks بس ده مايفسر ليش ان هي تبادى عن النيجاتيف حبيبي ايوة يا ميستر هو ده الكلام اللي انا أفهمه ليه؟ بتبعد عن النيجاتيف عشان هي قشارتها ده اللي انا فهمه جيت قلقت Lei عشان هي بتطلع من كل المaterials يعلقتnia ماشي بتطلع من كل المaterials ايه علاقة ان هي بتطلع من كل المaterials اذا ما تحبش ال Saf ما هي س الدنيا مقسمة نصيب أسرع حاجات اسمها والحاجات dö features البارتيكالز دي حاجات يكون بقى عندها مسوط شارج ومش عارف ايه زي الاتومز والموليكالز اللي احنا بندرسهم انما بقى الويفز دي حاجات ملهاش الكلام ده ومهم ان انا وانت لما نكبر هنكتشف ان ابن الدنيا عادي مفيش حاجة في الدنيا مش ويف ومش بارتيكال وايه وهنلاقي ايه حوارات حلوة تمام بس ده فيزيكس بقى على كيمستر كل اللي جاي ده من مواصفات الكاسود ريز مع عدمين قولي بقى قولي انت هل هي الاكترون اه صح يا مستر عندها اشارة اه اشاريتها بوستف مش كده عيب ولد اشاريتها مستر موافق مش عارف حس ان فيها الغلط انا كنت بقول مستر كان بيقول بس كان بيقول بس كان بيقول يعني يعني الجدع اللي هوف قدامك ده كان بيقول لك ايه حبيب قلبي هي قريبة من سرعة الضوء اقل منها بس ما بتسويش سرعة الضوء يبقى خدلي بالك من دي مش موبنج وزا سبيد لايت لأ اقل من السبيد لايت يبقى دي غلط دفلكتو ازا افكتو في ماجنتيك فيل اه اه لما جبت الماجنت وحطيتو فوق متجامعة جدودة ناحية النورس بول تلقيت لفوق صح؟ يبقى مستر هي بتتشد ناحية الماجنت ده كلام صحيح؟ يبقى كل ده صح مع عادة ان هي بتمشي بسرعة الضوء لا هي بتمشي باقل من سرعة الضوء gehadaze ماس اونلي؟ عندها ماس دي مش الاختوجان؟ الاختوجان عنها یہ definitive الاختوجان عنها بس؟ اولا عندها تشارج؟ وما عندها ماس وتشارج؟ multi ghost ليه ماس والليها تشارج؟ الماس اقل شام gear الاختوجان عن الاختوجان تعمل الاختوجان testament اشتد ا العبى بالك들을 fine نحن تعمل معنا الاساس دي اه رازرفورد راجلة بوعين زرق الامور ده رازرفورد موضله في اتم نقط نقط اين اكتر حاجة قريبة ومقبولة بالنسبة لنا عن الاتوم ومش الجدع ده بيقولك النهاردة في بداية كلامه قال لك استنى احنا لسه في عالم هناخدهم الحسة الجاية هيكملوا نظريات الاتوم اه صح هو انت تعرف الالكترونز بتمشي ازاي فعند رازرفورد لا بس انت عارف النهاردة ان الالكترونز بتمشي في حاجة اسمها energy level وانت ابيض صح هو لسه مكنش يعرف ال energy level يبقى بالنسبة لي وبالنسبة لك دي مش اكتر حاجة مقبولة وقريبة عن الاتوم لأ اكيد فيه اكتشافات تانية لسه مصدر هما ما قالوهاش ولسه نقوله لك الحسات الجاية يبقى دا مش اكتر حاجة مقبولة بالنسبة لنا اكتر حاجة recent بالنسبة لنا عن الاتوم لأ لسه فيك اكتشافات جاية. ده يا عم عيب بقى ده اول واحد قال ان الاتوم السولد ده قال لك زا مصطف اتم او مصطف زا فوليوم وزا اتم ازا سبيس اغلب الفوليوم بتاع الاتوم سبيس مفيش بقى صولد عند الراجل ده ده قال لك ده مفرغة دي فاضي اكسبلين زا يونيك اتوميك سبيكترم اف ديفرونت ايلمنت مش فهم حاجة اه موافق مثل امش اللي قال الكلام ده توماسون اه بس رازر فورد قاله قال لك ان الاشارة البوسطف موجودة جوه والنيجاتف موجود حواليها برا وان الاشارة البوسطف اللي موجودة جوه بتساوي الاشارة النيجاتف اللي موجودة برا يبقى انا بقول لك مين اول حد قالها توماسون بس رازر فورد برضو قالها زي كلمة انديفيزابول ديموكراتوس قالها وعم جاي دالتون اي الهم اتم ديموكراتوس قالها ودالتون قالها فكلمة ان الاتوم الالكتريكا لنيوترا توماسون اول واحد يقولها بس بعد كده رازال فورد قالها برضو يبقى اسيوم ان الشارج بتاعت الالكترون بتساوي الشارج بتاعت النيوكليس صح طب ما ليه الاجابة سي اللي انا حسس ان انت مثل نطتها اكسبلينت زي ينيك اتوميك سبيكترم اف ديفرانت ايلمنت ايه الاتوميك سبيكترم دي ساعت انا وانت يقول لك ايه دي لمبة نيون صح مش النيون بينور هي دي حاجة اسمها الاتوميك سبيكترم دي ان الاتومز اللي موجودة عندنا بتبدأ تنور بتنور ازاي؟ هحكي لك اللي اللي جاي فالحوار ده مش مع رازال فورد مع العالم اللي بعده فلما انت تاخد الكامستري كلها تعرف ان الحكاية دي مش معانا ايه مش مع رازال فورد فبالتالي الاجابة الصحة دي رازال فورد لابولاتوري اكسبيرامنت بروفت زي تجربته ازبادة ايه تعالا نشوف موافق يعني يعني اول واحد انا موافق عليك اول ما شفت رازال فورد هو العالم اللي قلت لك بقول لك ايه توماسون انت حملت اقول لي انيفورم ايه يا سيدي ده الاتوم تلاتة رباحة فاضي النيوكلياس دي قد كده والاتوم قد كده الالكترونز بتلف حوالين النيوكلياس بعشوية الدنيا بايزة عند الاتوم اتم مين النيوكلياس وقال لك يا عم احنا جبنا فاكر قلت لك ايه جبنا البروتونز وهم نجايين ايه رميانهم كلهم جوا النيوكلياس بص انبعاج بوزنا الدنيا فمعنى كامستر ان البروتونز مش ينيفورم ولا حق لا الدنيا نوت ينيفورم فانا موافق هل تجربة رازال فورد اثبتت ان الالكترونز شاريتها نيجاتيفة؟ لا هي تجربة رازال فورد مقربتش نحية الالكترون يا عم ما جاتش نحية الالكترونز بعدين اصلا الالكترونز مش بوزنا تمام انا هنا دي غلط تجربة رازال فورد اثبتت ان في حاجة اسمها بروتونز بس ما اثبتتش ان في حاجة اسمها الالكترونز ولا نوترونز تمام؟ يبقى تجربة رازال فورد خلي بالك بقى عشان ايه؟ انا هنا كنت بقول لك ايه؟ رازال فورد موضل في اتم رازال فورد لما اتكلم عن الاتوم ايه تمام؟ انما هنا بقول لك الاكسبيرمنت بتاعة رازال فورد اثبت ايه؟ فالاكسبيرمنت حاجة او كلامه حاجة راجل ممكن يكون الاتكلم على الالكترون عادي Suiteieren والنتكلم على الاتوز والكن في الألم لكن انا اقول لك هنا بقى التجربة اللي هو أعمالها اثبت ايه؟ تجربة اللي هو اعمالها كانت بتاعة الالفا لتبجfelt لم تشترك فيها الالكترونز بالاشيء؟ الالكترونز مطلقتش عني والألكترونز مظهرتش وانه هي بصف ولا نيت Ernert تمام؟ فإن أنا أقول إن الإكسبرمنت اللي علاقة بالإلكترون ده كلام غلط إن أنا أقول إن الإكسبرمنت اللي علاقة بالنيوترون ده كلام غلط عشان إحنا لسه مكتشفناش النيوترون تمام؟ فالإجابة الوحيدة اللي صح هي الإجابة بإن البروتون مش متوزع بانتظام داخل النيوكلي الإجابة إيه؟ مش إجابة بإيه؟ Which of the following observation? Show the invalidity of the clam Z The atom is solid as presumed by Thomason and Delton مين في اللي جاي ده؟ هيثبت لي إن عمك Thomason وأمك لدالتون كانوا بيقولوا أي كلام وبيهبدوا لما جوم قالوا لي إن الأتم بتاعتنا هي صالد سفير إيه اللي حصل؟ سكر أما قلت لك إيه؟ ولا مثل لما تحدف الكورة لو ردت في قشك يبقى في حيطة لو ما ردتش يبقى الدنيا فاضية فيه فراغ صح؟ طب ما هو ده اللي بيقولوا Thomason ودالتون المفروض إن الكورة أو إن الأتم هي حاجة مسمطة فلما أحدف عليها حاجة ترد في قشك إنما إحنا لما حدفنا الألفا بارتكال لقناها عدت صح؟ إن الألفا بارتكال عملت بنتريشن عملت اختراق وعدت فقلنا ساعتها إن الأتم دي مش مش مسمطة ما بتردش الأتم دي فاضية مفرغة الدنيا بتعدي من بواها صح؟ فده الحاجة اللي تثبت إن دالتون وطومسون كانوا بيقولوا أي كلام إن الألفا بارتكال عدت من خلال الأتم ديفيشن أوفصام ألفا بارتكال أبون كوليجن وإزا جولد؟ لا هو إيه دخل الديفيشن بحور إن الألفا بارتكال يستعدي ممكن يا مستر الكلام ده يكون صح؟ يعني أنا حاسق مع كلمة ديفيشن دي معناها إن هي عدت؟ نانية أبون كوليجن؟ لا لا دي بقنا مش راضي عليه يعني هو مش إن راس algo النظر احنا قلنا إن أغلب الألفا بارتكال عدت يعني يا مستر كنا بنقول 20 ألف وواحد بيتين ففسyl ما تقولش اهلا الكلام اللي هنا ده غلط هي المفروض الإشار على كلمة دي أن دة دع flat ريكم لا تنصحَ معنى ان الحاجة ردت فمعنى كده ان الاتوم مصمطة هي ردت عشان النيوكليس بس انت لو اخترت الاجابة سي فانت كده بتصدع على كلام توماسون ودلت ان الاتوم بتاعتنا سوليد سفير فبالتالي هي هترد في عينك فالكلام ده غلط شايف ان الاجابة دي هي الاجابة الكافية لأحراجهم يعني ايه يعني هنا بيقول لك زهور الفلاشز بعد لما نحط الجولد فويل وراها يعني انت هتعدي الالفا من خلال الجولد فويل فانا هلاقي الفلاشز ورا الجولد فويل معنى كده ان الالفا بارتيكال عملت ايه اختركت الجولد فويل فاختراك الالفا بارتيكال للجولد فويل يدل ان الجولد اللي عندك او الاتومز بتاعت الجولد اغلبها سبيس فكلام ده لتون وطمس ان يكون غلط يبقى الاجابة دي صح طب لما اجا كارن دي وايه عشان الناس اللي هتقول لك ما دي معناها عدت ودي معناها عدت بس دي يا مستر عدت بس عملت طب هم اللي كانوا بيعملوا كانوا ايه كانوا واحد كل 20 الف يعني كنا بنقول اللي بيعمل دي فيشن ده كواحد كل 20 الف فمعنى كه يا مستر ان اللي يقول لك عدد اكتر ان انت يعدي اكتر اولا هنا مش محتاج كلمة دي فيشن دي لما جات هتيجي في دماغك ان فيه نيوكلياس واشاريتها بوصطف ودول بوصطف حصل ايه دخل توماسون ودالتون ان انا هزبطلق موضوع الديفيشن انا كل اللي عايز ازبطهولهم ان الالفا بارتيكالز هتعدي ان الفلاشز هبان النحا التاني فده اللي بنقوله في الاجابة دي ان الفلاشز هبان النحا التاني فلو انت عايز تقول ان ايه صح ودي صح فدي اصح من ايه مع ان ايه مش صحة اصلا تمام يبقى ايه دي اجابة غير صحيحة وركز معايا السؤال اللي بعده ليه ما قالكش روزر فورد اللي عملها؟ عشان احنا ضخقين في الكيمستري مش روزر فورد اللي عملها مستر هم المين؟ تعالوا الصغارة العالم مبتوعة اللي هم كانوا جايجر ومارسدن دي بقى عملت ايه؟ كونفيرمت توماسون اتوميك سيري يعني اكدت على كلام توماسون إزا بيزوف دالتون سيري؟ لا 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 بيز ايه يا مستر؟ يعني ايه بيز؟ يعني الاساس بتاع دالتون هو مش دالتون ده عدة؟ هو هينفع حط الاساس بتاع العمارة في الدور السادس؟ يعني احنا احنا بنبني العمارة بنحط اساسات العمارة في الدور السادس؟ ولا بنحطها دحت الارض؟ بنحطها دحت الارض؟ فانت تيجي تقول لي ان الكلام اللي قاله روزر فورد اللي هو في الدور السادس هو الاساس بتاع دالتون اللي هو في الدور الاول؟ لا مستر اساس دالتون تحت دالتون يبقى الكلام ده غلط lead to discover the nucleus اه الاسبرامنت خلتنا نكتشف النيوكليس طب هي الاسبرامنت اكدت على كلام توماسون؟ لا توماسون كان بيتكلم على الالكترون يبقى هي ما اكدتش على كلام توماسون هي ما جاتش ناحية الالكترون طب استنى use the source of beta؟ لا لا ايه كانت use the source of alpha اه بيتا دي كانت النيجاتيب صحب؟ اه غلط مستر غلط غلط يبقى يا مسر الاسبرامنت بتاعت الراجل المحترم الاسمه روزر فورد اكتشفت النيوكليس مفيش اسأل من كده after carrying out روزر فورد's experiment using a gold foil and alpha particles مش حاجات جديدة all the following work concluded except كل اللي جاي ده احنا اكتشفتنا مع عدمين بقى معلم the small size of the nucleus of atom؟ اه احنا قلنا ان النيوكليس صغيرة جدا قلنا انت بتحط نقطة؟ ماشي the charge of nucleus اكتشفتنا ان النيوكليس ليه اشار اه اشاريتها بسكت ايه موافق the atomic masses of filament؟ لا يا مستر ده عمي دالتون يا مستر ايه عمي دالتون دي اللي اكتشف الاتوميك ماس او ميجر الاتوميك ماس عمي دالتون دالتون هو اللي اكتشف الاتوميك ماس من زمان يبقى الكلام ده غلط ما انا بدور على الغلط the presence of the electrons around the nucleus؟ اه ساعتها قلنا شابه السولر بقى سيستم والرجالة تلف وتجري حواليها يبقى the presence of electrons around the nucleus؟ ده برده من الكلام اللي قالوا روزر فورد دي بقى دي كمان صح؟ يبقى كلهم صح معادة الإجابة من سي؟ وانا بدور على كلمة معادة except وانا alpha particle and cathodray are exposed to electric field or magnetic field زي؟ ايه ده؟ ايه الحكاية دي؟ بيقولك انا جبت cathodray وجبت alpha particle هل الاتنين دول متشابين ولا مختلفين؟ لا مستر cathodray اه دي الالكترونز دي اشارتها negative alpha particles اشارتها positive تب تتكلم ان دول هم اشارات مختلفة جدا بيقولك هعديهم في electric او magnetic field استنى انا روحت جبت electric field ده بوستف ونيجاتف تمام؟ وهروح اتكلم دلوقتي على الكاسود ري وهجيب الكاسود ري الكاسود ري اشارتها ايه؟ نيجاتف صح؟ فالكاسود ري لما تعدي جوا بوستف ونيجاتف هتتشد نحية البوستف تعال هجيب تاني الالكتريك فيلد تمام؟ وهقوم جاي معادي من هنا الالفا particle هي الالفا particle يا حبيبي اشارتها ايه بوستف يا مستر فلما الالفا particle تيجي تعدي هتنزل نحية النيجاتف تمام؟ يبقى انا شايف ان الكاسود ري طلعت لفوق انما الالفا particle نزلت لتحت ممكن نخليهم في نفس الرسمة عادي يعني يرسمها تحتهم هذه هي الالفا particle اللي هي اشارتها ايه؟ البوستف وهو معادي مش هيتشد للبوستف هيتشد للإيه؟ هيتشد للنيجاتف تمام؟ بدلا ما احنا رسمينهم بيدعم بقى بيقول لك موفو ازا السام سبيد هيمشوا بنفس السرعة؟ لا يا مستر الالفا والالكترون مالهمش نفس السرعة غلط هيمشوا في يعني ايه مستر الموضوع ده؟ يعني كل واحد فيهم هيمشي في غير التاني لما يعدوا جوه؟ ايوة مستر ما هو راجل ده لما يعدي جوه؟ وراجل ده لما يعدي جوه؟ ده طالع لفوق وده نازل لتحتهم ومشين في غير بعض هم اخترموا واحد اللي اتنين هيتلاعوا لفوق وينزلوا لتحت غلط معاكس بعض ما بيتأثروش لا بالماجنتيك ولا ما انا شايف ان ده مجدود وده مجدود يا مستر يبقى عكس بعض يبقى الكلام ده غلط يبقى الاجابة الوحيدة اللي صح ان هم هيمشوا في مختلفة بص السؤال ده اجابته مش اكيرت هي اجابته ان انت تكون بتركز قوي تمام؟ سؤال زي ده يعني صعب ان هو يجي ليه؟ عشان احنا لما جينا نتكلم على الالفا بارتكال اللي حصلها عملية قولنا ان هم او انما لما جينا نتكلمنا على اللي رده قولنا فهي الفرق؟ ده صغير؟ انما ده صغير قوي يعني لو جينا نرسم النيوكلياس مثلا بتاعة الجولد فانت هيجي الفا بارتكالز اتعدي صح؟ فانت عندك واحد اتنين مثلا تلاتة عدو اربعة عدو خمسة ستة اهه ياهو تمام؟ هيجي بقى واحد من هنا ويقوم جاي هبا عامل كنة وهيجي بقى واحد ايه؟ من تحت ويقوم جاي عامل ايه؟ هبا وهيجي واحد بقى من نص هيقوم جاي ايه؟ ايه اللي حصل له؟ هيقوم جاي راضد لورا تمام؟ فعني لو انت بتبص على الرسمة اللي احنا رسمينها دي فواحد اتنين حصل لهم وواحد رد لورا يعني يعني اتنين بس حصل لهم وفيري سمول حصل لهم يعني اللي بيحصل لهم باونس باك بيكونوا أقل من اللي بيحصل لهم فلما تقسمهم على بعض يعني لما تقسم اللي بيعمل له اللي هم اتنين على اللي بيردوا واحد اللي هو بسيغة تانية لكنك بتقول بتقسم رقم كبير على رقم أصغر كانوا بيقولوا لنا وانت وإحنا في كيجي لما يكون رقم كبير على رقم صغير فالإجابة بتكون يعني لما تيجي تقول مثلا مثلا 5 over 2 تطلع ب 2.5 أكبر من الواحد إنما لو عكستها قلت 2 over 5 تطلع ب 0.4 يعني رقم أصغر من الواحد يعني يا مستر يعني طول ما اللي فوق رقم كبير واللي تحت رقم صغير فالإجابة بتكون أكبر من الواحد إنما لو حصل العكس إن اللي طه where اللي رقم كبير واللي هو رقم صغير يعني الإجابة مستر بتكون أصغر من الواحد عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن هنا هو بيقول لي هتقسم اللي حصلهم لي هم أكثر من اللي حصل لهم باونسباك فأنا هقسم اللي حصل لهم للي حصل لهم باونز باك اللي حصل لهم ديفيشن اكتر من اللي حصل لهم باونز باك فاللي فوق كبير واللي تحت صغير فاللي جابة تبقى مور زان وان يبقى اللي جابة هنا تكون ايه مور زان وان اللي هاللي جابة ايه السؤال بقى اللي بعده مع اني بكسف بكسف وانا بقول فالليار اف اتومك مودل اف رازار فورد is attributed to that it's didn't explain ايه يعني اه 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 فشل رازار فورد مع اني بكسف ليه رازار فورد بنقول عليه فشل الكلام ده يرجع ليه يرجع ليه هو رازار فورد ما عملش ايه فاقولنا عليه ان هو فشل ما قاليش همستر السيستم اللي بيمشي بيه الالكترونز هو قال كل حاجة بس ما قاليش الالكترونز بتمشي ازاي صح صح the nature of movement of electron around the nucleus صح يعني هو الراجل ما قاليش الالكترونز بتمشي ازاي فده اللي هو بنقول ان هو سبب فشل مع اني ببقى زعلان في نفسه طب اللي بعده the presence of the nucleus هو ما قالش ان فيه nucleus لا هو قال ان فيه nucleus هو وصفها فده مش حاجة تخليكم فشل او حاجة هو ما وصفهاش لا هو وصفها the presence of attraction force between protons and electrons هو ما قالش ان فيه attraction force بين البروتونز والالكترونز لا قاله هو وصف ووصف ان فيه حاجة اسمها centrifugal force بقى هو وصف الكلام ده the presence of space between the nucleus and electrons قال ان فيه space بين الالكترونز والنيوكلز بس معرفش بقى يوصف الالكترونز بتتحرك ازاي فده كانت المشكلة طيب اه هو وصف بي وي سيو دي بس معرفش يوصف ايه فقلنا ان هو فشل مع اني استحي the illustrated experiment is carried out in apolatory with what is the effect of replacing the copper wire with an iron wire the raise emitted from it ايه اللي يحصل لو احنا شلنا الكبر اللي هنا واستعملنا مكانه ايه اللي يحصل والله يا مستر انا شايف ان ده ماجنت وان الماجنت ده بيحرك الري اللي طالع وده اميتل بليت ليرد والزينك سالفايد ماشي عشان بيسيب لك علامة عشان تعرف تشوف ودي وده 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 فيا مستر هي الرسمة اللي قدامي دي بتاعة الكاسود ري اه الرسمة اللي قدامي دي بتاعة الكاسود ري هو بيقول لك لو شلت الكبر وحطيت مكانه ايرن هيفرق في حاجة لأ ليه عشان يا مستر الكاسود ري ما بتتقصرش باي حاجة يا مستر من المتقى شيل يا مستر الايرن وهات بلاتين شيل تايتين يا مو حط مثلا كبرتين كنا بنقول ان الكاسود ري موجودة في اول ماتيريال يا مستر هل الريز اللي طالع عندي هتتقصر نو طب ايكسبلين ليه دزنت افكت يا مستر ما تقصرتش ليه بيكوز ان الكاسود ريز دزن دين دون طيبو فماتيريال هي مبتعتمدش على الطيبو فماتيريال مش بس كده كاسود ري فاوندن والماتيريال الموجودة في كل الماتيريال يبقى هي ما بتتغيرش بتغير الماتيريال طب ممكن تتغير لو نغير الجاز؟ لا برضي تمام؟ شوز رازر فور دي اكسبيريمنت ويتش الفا با اه ويتش ايه؟ ويتش اف الفا بارتكال انهي الفا بارتكال ايه ولا بي ولا سي؟ والفلاش اتزا سين بوزاشن بي فور اند افتر زا بليسنج زا جولد فاي انهي الفا بارتكال هتعلم في نفس مكانها قبل وبعد لما نحط الفاي يعني احنا هنا كان مثلا عندي الالفا هنا ايه تمام؟ اللي بتاع اللي بيضرب الفا بارتكال دا كوتشي كده اللي بتاع اللي بيضرب الفا بارتكال اللي هو الليد بوكس تمام؟ وعندي الناحة التانية ايه؟ الفلاشز او الزينك سالفايد او الميتال بتاعي فتبدأ الالفا بارتكال واحد يطلع اتنين وتلاتة مثلا تمام؟ واربعة يا عم عشان خفل يقول لك انهي واحد اللي هيفضل مكانه لما ارجع بقى احط الجولد دلوقتي يبقى انا ايه؟ انا هحط لك العلامات تمام؟ وهقول مثلا ان ده واحد وده اتنين وده تلاتة وده اربعة تمام؟ وانشيله وتعالى نحط الجولد فويل في النص تمام؟ ونضرب فهيدرب اول واحد واحد راح مكانه اتنين لقيته خبط في النيوكليس فرد وراه تمام؟ تلاتة جاي بس ايه؟ نزل لتحت يبقى تلاتة ما بقاش هنا تلاتة بقى تحت طب اربعة اربعة عادية مستر راح في مكانه يبقى واحد واربعة راحه في مكانه انما اتنين رد طب تلاتة تلاتة اتنى ونزل تحت فهو بيقول لي مين بقى اذا كان ايه ولا بيه ولا سي اللي هيروح مكانه؟ طب انا عايز اسألك ليه واحد واربعة راحه مكانه؟ واحد واربعة راحه مكانه عشان هم معدين من الفراغ بتاع الاتوم انما اتنين ليه رد عشان خبط في النيوكليس طب ليه تلاتة حصل له ديفييشن؟ عشان هو عدى من تحت النيوكليس بالظبط فهو بيقول لي مين اللي هيعدي و هيوصل مكانه تاني فاللي بيوصل مكانه تاني اللي بيعدي من الفراغ بتاع الاتوم اللي هو لا بيعدي قريب من النيوكليس ولا بيخبط في نص النيوكليس فانا شايف ان الاجابة ايه؟ الراجل ده خابط في النيوكليس فده هيرد يعني ده في الاول كان هيعدي بس لما حطيت له الجلد هيرد فده مش هيعلم مكانه طب بي يا مستر قال لي لأ انا شايف ان بي بعيد شوية يا مستر يعني بعيد عن نيوكليوس شوية فبالتالي ب ينفع يعدي و ماanti حصلهش مشكلة طب انا شايف ان قرئ باوي يعني خليني يرسمولك بس ازاي ما هو عشان ايه ما تقولش ان انا بعمل حاجة سي قريب شوية فسي يا مستر يحصل له ديفيشن يبقى الوحيد اللي هيعدي من غير مشاكل هو مين هو بي تمام طيب مستر مش المفروض الرسمة بكون واضح اه مفروض الرسمة بكون اكبر شوية والسهم اقرب شوية عشان انت تقدر تكرر بس على وضعها فسي اقرب وبي ابعد فبي في الفراغ اكتر فبي ينفع يعدي من غير ما يحصل له حاجة انما سي هيتاني وينزل لتحت فهتبقى الاجابة ايه ان والله مستر اللي هيعلم قبل وبعد هو بي طيب ليه عشان بي معدي في اللي سبيس بتاع الاتوم ايبقى الراجل ده ماشي في اللي سبيس بتاع الاتو وفي الفراغ بتاع الاتو فمش هيقابله النيوكليس فمش هيحصل له مشكلة how can iron converted to gold in the light of aristotle believe حبيب قلبي اريستوتل ده هعملها ازاي الجدع اللي دماغه جمدة ده ازاي يحول هلشيب متل للvaluble كان بيلعب في الratius زود شايد ذهب عايز تزود الدقة لغبطني عايز تغير الايرون تخليه دهب بقولك ايه غير ايه زود لي شوية اير قلل لي ووتر زود لي فاير طب ما تزود لي دست تلعب في الratius يتغير معاك الايرون الايه لجول هل الكلام ده واقعه حقيقي لا طبعا مش واقعه ولا حقيقي ولا نيه تمام زوب زد فيجر الفجر اللي موجوده قداما اكده represent falling alpha particle on a gold foil particle ايه ماشي ناحية النيوكليس تمام انما بي ماشي قريب من النيوكليس move close to the nucleus انما c move the space in the surrounding c بقى ماشي في ال space يبقى انا عندي ايه رايحة للنيوكليس بي قريب من النيوكليس سي ماشي في ال space طب انت ايه طلبك يا مستر complete the pass of the three three letters كمل لي الباصل بتاعت three letters هو ايه لما يكمل ايه اللي هيحصل ايه مش رايح ناحية النيوكليس مستر اللي بيروح ناحية النيوكليس بيرض هدي الرسم طب بي يا مستر مش بي دلوقت يا مستر رايح جنب النيوكليس يعني مش رايح عند النيوكليس النيوكليس هنا مثل فهيحصل له يا مستر هيحصل له طب انما c يا مستر c ده ماشي في الفراغ فسي هيكمل زي ما هو يبقى مستر ده هيرد عشان هيغبط انما ده هيعدي من جنب النيوكليس ويحصل له سبقى بقى هترسم الساهم فوق او تحت صح وهنا مستر هيكمل على سؤال اللي بعد بيرلي بريديكت زي امبورتنت اف يوزن يوز نومبر اف الفا بورتيكال ان زي ساستعمل انا ويمتق كمية كبيرة من الالفا اللي ما استعمل ناش شوية صغيرين عشان الريزولت بتاعتنا في الريشيوس في الاخر تكون اكريت يعني يعني انا هقول مسلا ان عدى الف مش عدى واحد ولا اثنين لأ انا هجيب الف عشان الالف يعدوا فلما بعد كده كرر الريشيوس بالجولد فويل اه لا ايه مثلا ان في تسعمية تسعة وتسعين عد واحد تحصل له توبيتر مثلا ايه الريشيوس مش عنا بقول لك كل عشرين الف وحد يحصل له توبيتر يبقى الاركام الكتيرة هي اللي ظهرت نتيجة الريشيوس يبل геро شرق مثلا يبقى G places which is عشان اقدر اطلعو ريشيوس لالا romantic way key to Perincalth입니다 اللي ستعمل او للالفا لستعمل اوره تعمل Autpainråة وللالفا لستعمل دي فيشين وللالفا لستعمل باونز باكي عشان نعرف نطلع ريشيوس وريشيوس تكون صحيحة لكن لو انا ستعمل خمسة ستة الفة بارتكر مافيش حد يحصل له يعني خمسة ستة ممكن يكون existing يعدهم الفراغ. يعني خمسة ستة كلهم عدوا للفراغ. مافيش حد يحصل له Okay. لكن لما تستعمل سكون كمية كبيرة. فيبقى عندك dezv lugar او هيبقى عندك السماحية. ان انت يحصل في ناس تقوم جاية خبطة او ردة. وناس تقوم جاية عملة DovHS لكن لما تستعمل عدد لايق Edu他 يحصل. لابست تستعمل العدد الكبير عشان نقدر يجيب snel الصح للاليمنت اللي هتعمل او وبكده نكون انا وانت خلصنا الفيديو الاولاني طبعا هيكون عندنا كوز على لسون وان شابتر وان والكوز ده هيكون موجود على الويب سايت فحضرك زاكر كويس وزاكر الهومورك بتاعك كويس عشان تكون جاهز للكوز وطبعا لو عندك اي سئلة هتقدر تسألني على الواتساب ومن الحصة الجاية حضرتك هتكون اتنقلت على الويب سايت في الاكسبلين الاكسبلين هيكون على الويب سايت شوفكم على خير يا شباب باي بوي